يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة الثلاثون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيك إن كنت راغبا في إمامك مرحلة الظهور الحديث فيها عن مسارين المسار الأول هو المسار التأريخي إنه تأريخ مستقبلي فالتأريخ هو نظم للوقائع والأحداث بحسب سيرها في أجزاء الزمن في هذا المسار حدثتكم عن أولا مكة وأحداثها ثانيا المدينة وأحداثها ثالثا العراق وأحداثه رابعا سورية وأحداثها خامسا مصر وأحداثها قطعا كان البيان إجماليا وكان الحديث الحديث يقتصر على أهم المطالب التي وردت في أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها سادسا عنواننا اليوم فلسطين فلسطين وأحداثها فلسطين وأحداثها هذا العنوان حينما يطرح وحينما نتحدث عن أحداث فلسطين زمن الظهور الشريف هناك مجموعة من العناوين ترتبط في هذه الأجواء اليهود الدجال أتحدث عن الدجال الأعوار أو عن الأعوار الدجال اليهود الدجال الروم القسطنطينية عيسى المسيح هذه العناوين ترتبط فيما بينها صحيح أن كل عنوان له مضمونه الخاص به لكن هذه العناوين ترتبط فيما بينها من العديد من الجهات كلامنا إجمالي وعرض لأهم المطالب إذن هذا هو عنواننا فلسطين وأحداثها العنوان الأول من العناوين التي أشرت إليها ضمن هذه الأجواء اليهود لا أريد أن أتحدث كثيراً عن موضوع اليهود لأنني حدثتكم فيما سلف من حلقات هذا البرنامج وتحدثت عن اليهود كثيراً في برامجي السابقة أولاً لماذا التركيز على اليهود في قرآننا لقد ركز القرآن كثيراً على اليهود لماذا بيّنت هذا وسأشير إلى الحكمة وإلى السبب الذي لأجله ركز القرآن على ذكر اليهود مر علينا أن دين الله واحد هو دين الإسلام ولا يوجد عند الله دينان دين واحد هو دين الإسلام منذ أن نزل أبونا آدم إلى الأرض وإلى يوم القيامة دين الله واحد هو الإسلام في كل مرحلة من مراحل الحياة البشرية هناك أنبياء وهؤلاء الأنبياء ممهدون للبرنامج الإلهي الذي يتحقق بكامله في آخر عصر الرجعة العظيمة بوابة هذا البرنامج الإلهي تبدأ من يوم الظهور الشريف كل الأنبياء ممهدون لمحمد صلى الله عليه وآله وهم شيعته وأنصاره وأتباعه وما كانت لهم من نبوة ورسالة إلا بعد أن قدموا العهود والمواثيق في كونهم جزءاً لا يتجزأ من دين محمد وآل محمد ما من نبي بعث إلا وقد بعث بنبوة محمد وولاية الأئمة من آل محمد هذه بديهة من البديهيات الثقافية والعقائدية في دين العترة الطاهرة ما من نبي بعث ما من رسول أرسل إلا بنبوة محمد وولاية وإمامة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أمم الأنبياء كلفت تكليفاً إجمالياً بولاية محمد وآل محمد الأمة الوحيدة التي كلفت تكليفاً تفصيلياً بنو إسرائيل وأريد منهم وأريد لهم أن يكونوا على رأس قائمة الممهدين والموطئين للرسالة المحمدية ولهذا جاءوا إلى الجزيرة العربية لماذا تركوا بلاد الشام؟ ما علاقتهم ببلاد الحجاز؟ لماذا جاء اليهود من فلسطين إلى الحجاز؟ لأنهم كانوا مكلفين بالتمهيد والتوطئة لرسالة محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله لأن الجهل والجاهلية قد عصفت وبقيت تعصف في جزيرة العرب ولأن الديانة الإبراهيمية الحنيفية قد حرفت ومحيت من جزيرة العرب بعد أن هيمنت ديانة الأوثان الكلام طويل لا أريد أن أخوض في التفاصيل التأريخية فهذا هو الذي رسم لليهود أن يكونوا ممهدين ومواطئين للرسالة المحمدية ولذا فإن قريشا تعلمت كثيرا من اليهود فيما يرتبط بالنبي الخاتم ولقد تعلموا منهم علائمة ولادة نبينا وعلائمة بعثة نبينا وتحققت تلك العلامات منها ما هو كوني ومنها ما هو اجتماعي ونفسي حين ولادة نبينا وحين بعثته صلى الله عليه وآله اليهود كانوا على علم تفصيلي بكل ذلك حينما انحرف اليهود عن مسارهم بسبب أن عامة اليهود تركوا دين الأنبياء والعوصياء واتبعوا دين الأحبار والحاخامات فصاروا ينتفعون من تلك المعلومات في محاولة اغتيال رسول الله في محاولة عرقلة عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه التفاصيل يمكننا أن نجدها مبثوثة في رواياتنا وأحاديثنا وحتى في كتب التعريخ والسيار عند مخالفي العترة الطاهرة المقام ليس منعقدا للحديث في هذه التفاصيل لذا فإن اليهود يشكلون جزعا مهما من الأطراف التي ارتكبت جناية كبيرة في حق الله وحق أولياء الله المحاكمة المهدوية العالمية سيتضمن برنامجها هذه الحقائق هناك علوان لليهود وهذان العلوان في عاقبة أمرهما يمثلان عقوبة لليهود العلو الأول تقدم العلو الثاني هو الذي نركز الحديث عليه وهو الذي يرتبط بواقعنا فهو أمر اليهود يعلو ويعلو في سورة الإسراء أذهب إلى الآية السابعة السابعة بعد البسملة والتي تتحدث عن العلو الثاني لبني إسرائيل العلو الأول تقدم وتحدثت عنه كثيرا في برامج السابقة الكلام هنا عن العلو الثاني فإذا جاء وعد الآخرة في عاقبة العلو الثاني في الآية التي قبلها ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة وهذه المضامين تنطبق انطباقا كاملا على تأسيس دولة إسرائيل سنة ألف وتسعمية وثمانية وأربعين للميلاد ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة أنا لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكبيرة إنما أضع الأمور في سياقها العام إلى أن تقول الآية السابعة بعد البسملة من سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة إنه العلو الثاني وفي أواخر سنيه فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة المراد من المسجد هنا محل العبادة محل السجود المراد هنا القدس حيث كان معبد اليهود حيث حيث كان البناء الذي يعرف بالهيكل لا أريد أن أتحدث عن تأريخ اليهود وعن تأريخ هيكلهم ومتى تم تدميره كل ذلك مرة في عواقب العلو الأول هناك علو أول وكانت للعلو الأول عواقب ثم يأتي العلو الثاني وها نحن في زمان العلو الثاني عواقب العلو الثاني ستظهر في زمان الظهور الشريف فالإمام سيتحرك باتجاه فلسطين بعد أن تكتمل المراحل التي تقدم ذكرها سابقاً وحينما يتحرك باتجاه فلسطين فإن اليهود قد بلغوا أعلى علوهم نهاية دولة إسرائيل ستكون على يد إمام زماننا إنه الجيش القادم من بلاد الرافدين إنه الجيش القادم من بابلة يا بني إسرائيل بابل هذه التي تخافونها بابل هذه التي كانت عنواناً في ثقافتكم للجبروت وللهيمنة على العالم وللقوة في كل عنفوانها وللحضارة والمدنية بكل اتجاهاتها بابل بابل الحضارة وبابل بابل العسكر تارية وبابل بابل الجبابرة والأباطرة بابل القوة والبسالة والعنفوان هذه بابل عندكم والتي لا بد من تدميرها إنهم قادمون البابليون قادمون ولكن تحت راية جديدة البابليون عنوان فهم لا ينتمون بالضرورة إلى بابل هناك بابليون في هذا الجيش ولكن في الجيش القادم هناك جنود من جميع أنحاء العالم لكن الجيش القادم من الجهة نفسها من البلد نفسه من بابل إنها بابل المخيفة والمرعبة في ثقافة الإسرائيلية وفي كتبهم الدينية هناك مساحة واسعة لبابل في كتاب العهد القديم إنه الكتاب المقدس لليهود فإن العلوة الأول تلاشى على أيدي القادمين من بابل وإن العلوة ثاني وهو أكثر وأكثر من العلوة الأول سيتلاشى على أيدي القادمين من بابل فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم هم هم القادمون من بابل ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيره والذي يدل على أن العلوة الثاني هو هذا ما جاء في سورة الإسراء نفسها في الآية الرابعة بعد المئة بعد البسملة وقلنا من بعده من بعد فرعون وما جرى على فرعون وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة هناك دقة في التعابير فإذا جاء وعد الآخرة إذا جاء وعد العلو الآخر العلو الثاني والأخير جئنا بكم لفيفة من مختلف أسقاع العالم هكذا تجمع اليهود بعد أن خرجوا من فلسطين وبقوا خارج فلسطين لألف عام ألفان من السنين زمن بعيد طويل خرج اليهود من فلسطين منذ ألف عام وانتشروا في الأرض لكنهم عادوا بطريقة غريبة تجمعوا في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي تجمعوا شيئا فشيئا من الدول المجاورة ومن الدول البعيدة جدا فكانت السفن تأتي محملة باليهود بدأوا يتقاطرون وبكثرة إلى أرض فلسطين وشيئا فشيئا نشأت دولة إسرائيل وتم الاعتراف بها دوليا سنة ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين للميلاد وها هي دولة إسرائيل أقوى دولة في المنطقة إنها أقوى دولة في منطقة الظهور علامة فارقة إذا أردنا أن ندرس التاريخ بدقة نشوء دولة إسرائيل في منطقة الظهور وبهذه القوة وبهذه الغلبة علامة فارقة وشاخصة جدا ومميزة جدا وهكذا بدأ تأسيسها فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة من كل مكان جئنا بكم لفيفة هذا هو الذي حدث على أرض الواقع لكن عواقب هذا العلو نحن بانتظارها حينما ترتفع الرايات من جهة الكوفة من جهة بابل حينما ترتفع الرايات من جهة الكوفة باتجاه الشام ومن سورية إلى فلسطين هناك يتهاوى العلو الإسرائيلي الثاني قطعا هناك جموع من اليهود ستؤمن بقائم آل محمد هناك الكثير من المعلومات عند اليهود عن مستقبل العالم وعن قادم الأيام عوام اليهود قد لا يعرفون تفاصيلها ولكن المختصين في دراسة الكتب الدينية وبالتحديد في دراسة كتاب العهد القديم يعرفون الكثير من الحقائق التي حرفت في هذا الكتاب وهم يعرفون أصولها اليهود حينما حرفوا كتبهم حرفوها بطريقة هندسية ليس كالنصارى النصارى والمسلمون حينما حرفوا كتبهم حرفوها بطريقة ما هي هندسية لكن اليهود حرفوا حرفوا كتبهم بطريقة هندسية ولذا فإن التركيز في القرآن على تحريف اليهود لكتبهم لأنهم يعرفون المضامين الصحيحة ولكنهم حرفوها ولكنهم حرفوها بطريقة هندسية همو همو المختصون يعرفونها لإمكانهم أن يعيدوا النصوص إلى ما كانت عليه في أصلها أما الذي جرى في كتب النصارى وفي كتب المسلمين من السنة والشيعة فإن التحريف كان فوضويا ولذا فإن النصارى يعتقدون بصحة ما في كتبهم إلا الذين يعرفون أسرار الدين وهم قليلون عادة في كل دين والأمر هو هو عند المسلمين من السنة والشيعة صارت النصوص المحرفة هي النصوص الصحيحة هذه مشكلة طويلة مشكلة طويلة عريضة على أي حال اليهود في فلسطين واليهود سيكونون جزءا مهما من الوثائق والحقائق التي ستعرض في المحاكمة المهدوية العالمية وسيقضى على دولة اليهود في فلسطين زمن الظهور الشريف وسيؤمن جمع من اليهود بإمام زماننا ويكونون من المخلصين له ويكونون من المخلصين له مثل ما قلت لكم هناك مجموعة من العناوين يرتبط بعضها بالبعض الآخر عنوان الدجال الدجال هو المدلس الملبس الكذاب المحتال الذي يظهر الأمور بغير حقيقتها فيجعل من الأكاذيب صدقا ويجعل من الجهل علما ويجعل من القبائح محاسنا هذا هو الذي يفعله رجال الدين بالضبط عند اليهود وعند النصارى وعند السنة وعند الشيعة الأكاذيب يقدمونها لأتباعهم على أنها صدق الجهل يقدم لأتباعهم على أنه علم والقبائح خصوصا في أجواء سقيفة بني طوسي تحول قبائح المراجع إلى كرامات ومناقب والأمر هو هو في سقيفة بني ساعدة تحول قبائح ومطاعن الصحابة والتابعين إلى كرامات وإلى مناقب هذا هو الدجل في أوضح صوره وأخطرها لذا كانت العرب تقول للذي يطلي البعير الأجرب بالقير يقيره بالقير يقولون عنه بأنه دجال الدجال هو الذي يقوم بتغطية جرب البعير بالقير فيعطي للبعير لونًا أخر والذي يقوم بوضع ماء الذهبي إن كان ماءً ذهبيًا حقيقيًا أم لم يكن على الأخشاب وعلى المعادن فتظهر الأخشاب والمعادن وكأنها ذهبية يقال له دجال الدجال هو الذي يظهر الأشياء بغير مظهرها الحقيقي وهذا العنوان ينطبق انطباقا كاملا وبالدرجة الأولى على إبليس البرنامج الإبليسي في كل شؤونه يتصور بهذه الصهرة إبليس يظهر الأشياء بغير مظهرها الحقيقي وهذا هو عمله في أعماله الصغيرة وفي أعماله الكبيرة المعنى الكامل للدجال هو إبليس إبليس هو دجال الدجالين والمعنى الواضح للدجال هو رجل الدين في كل الديانات لأن رجل الدين كذاب لأن رجل الدين محتال لأن رجل الدين ملبس مدلس إن لم يكن في كل شؤونه ففي جانب من شؤونه كل رجال الدين يفعلون هذا كل رجال الدين يظهرون الأكاذيب على أنها صدق إذا كانت في مصلحتهم وفي مصلحة عجولهم التي يعبدونها ويدعون الناس إليها يظهرون الجهل على أنه علم حينما يسألون وهم يجهلون الإجابة فيخدعون الناس بجهلهم ويظهرون للناس على أن جهلهم هذا هو العلم يضحكون على الناس يسرقون أموال الناس مثل ما يفعل مراجع النجف وكربلاء يقولون للشيعة من أن أموال الإمام عندكم يأخذون أموال الإمام من الشيعة فحينما تتحول إلى جيوبهم تصبح أموالا مجهولة المالك مسخرة هؤلاء هم رجال الدين الدجال إذن هو الذي يزيف الحقائق الدجال هو صانع الأكاذيب وأفضل من يمثل هذا المرجع الأعلى لماذا؟ لأن المرجع الأعلى يكذب أكثر من بقية المراجع فهو بحاجة إلى الكثير من الأكاذيب بسبب سلطته الواسعة وبسبب مشاكله الكثيرة وبسبب كثرة أتباعه فهو بحاجة إلى الكثير من الأكاذيب والإفتراءات وبحاجة إلى الكثير من الخداع والإحتيال ولذا فإن عنوان الدجال ينطبق على المرجع الأعلى لا أتحدث عن السيستاني فقط عن الذين سبقوه وعن الذين سيأتون من بعده أنا لا أتحدث هنا عن الأشخاص أتحدث عن المقام أتحدث عن الوظيفة أتحدث عن العنوان إذن إبليس إبليس الأبالسة هو سيد الدجالين هو دجال الدجاجلة فهو إبليس الأبالسة وهو دجال الدجاجلة في أجواء السقيفة بني ساعدة إنهم كبار الصحابة الذين كتبوا الصحيفة المشؤومة وقامت السقيفة بني ساعدة على أكتافهم هؤلاء كبار الدجالين وهذا ما هو كلامي هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وفي كتبهم في كتب المخالفين سأقرأ عليكم لا تستعجلوا عليه لا أريد أن أتشعب كثيرا في موضوع الدجال لكنني أقول بالإجمال في الثقافة اليهودية والنصرانية هناك دجال كبير وهناك دجالون صغار كتب اليهود وكتب النصارى تحدثت عن هذا الدجالون الصغار هم رجال الدين هم رجال الدين ومن بعدهم يأتون السياسيون رجال الحكم أما الدجال الكبير فهو هذا الذي يقف في مواجهة الأنبياء والأوصياء في مواجهة دين الله بالإجمال في كتب السنة هناك اهتمام واسع بموضوع الدجال الأعوار بموضوع الأعوار الدجال وأنا لا أعبأ بأحاديثهم وكتبهم فأحاديث الأعوار الدجال في كتب السنة خرافات في الأعم الأغلب منها وإذا ما صح بعض الكلام فيها فقد تعرض هذا الكلام للتحريف والتصحيف الدجال في كتب الشيعة في كتب علماء الشيعة أخذوه عن السنة سأعطيكم زبدة هناك الدجال اليهودي النصراني دجال اليهود والنصارى وهناك دجال سقيفة بني ساعدة وهناك دجال سقيفة بني طوسي أخطر الدجالين هو دجال سقيفة بني طوسي ومن بعده دجال سقيفة بني ساعدة ومن بعده الدجال الذي هو دجال اليهود والنصارى أقرأ عليكم هذا مسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء السادس من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان أحمد بن حنبل متوفى سنة ميتين وواحد وأربعين للهجرة صفحة خمسمية وثمانية وثلاثين رقم الحديث اثنين وعشرين ألف سبعمية وثلاثة وتسعين بسنده بسند ابن حنبل عن حذيفة إنه حذيفة بن اليمان حذيفة يقول ذكر الدجال هذا الدجال الذي ذكر عند رسول الله هذا دجال اليهود والنصارى بغض النظر هل أن أوصاف الدجال عند اليهود تختلف عن أوصاف الدجال عند النصارى أنا أحدثكم بالإجمال هل أنها تختلف أم لا تختلف الحديث حديث مجمل التفاصيل تحدثت عنها في برامجي السابقة ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر ودين القوم هو دين أبتر وأدل دليل عليه هي هذه صلاتهم البتراء ذكر الدجال عند رسول الله فقال رسول الله يقول لأنا لفتنة بعضكم يخاطب الصحابة هؤلاء البعض الذين كتبوا الصحيفة والذين أسسوا السقيفة والذين حرفوا الدين والذين قتلوا العترة لا لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال أنا لا أقرأ من كتاب شيعي هذا مسند بن حنبل والحديث عن حذيفة الصحابي المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر الدجال ذكر الدجال عند رسول الله فقال لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال وَلَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِمَّا قَبْلَهَا إِلَّا نَجَى مِنْهَا وَمَا صُنِعَتْ فِتْنَةٌ مُنْذُ كَانَتْ الدُّنْيَا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال أُلْفِتُ أَنْظَارَكُمْ إِلَى مَا قَالَهُ النَّبِيُّ الْأَعْظَمُ بحسب روايتي ابن حنبل عن حذيفة لأنا لفتنة بعضكم الحديث عن الصحابة وأيّة فتنة فعلها الصحابة هل شربوا الخمر؟ ما هم يشربون الخمر منذ أيام الجاهلين هل فعلوا اللواط؟ ما هم يفعلون اللواط ويفعلوا بهم منذ أيام الجاهلية؟ هل مارسوا الزناء؟ ما هم أبناء زناء؟ أمهاتهم زانيات وهم أبناء زناء أتحدث عن كبار الصحابة منذ الجاهلية وما اتركوا ذلك بعد الإسلام الكلام ليس عن هذه الموضوعات الفتنة التي هي أعظم من فتنة الأعور الدجال فتنة السقيفة التي حرفت الدين وقتلت العترة والتي تظهر معالمها واضحة في واقعة رزية الخميس هذه الواقعة المثبتة تاريخياً تاريخياً والمذكورة في البخاري ومسلم وفي سائر كتب الحديث والسيار في مكتبة السقيفة بني سعد هذه هي الفتنة تاريخ ومن هنا بدأت بدأت من الصحيفة المشؤومة التي بدأت تطبيقها في رزية الخميس حينما قال عمر إن الرجل ليهجر وقام النبي بطردهم بطرد أولئك اللعناء بطرد أولئك الخونة من هنا بدأت الفتنة لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال الدجال هذا دجال اليهود والنصارى السقيفة بني سعدة هي مصنع للدجالين الدجالين الدجالون الذين صنعوا في سقيفة بني سعدة هم أخطر من الأعور الدجال هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وأخطر منهم دجال سقيفة بني طوسي فسقيفة بني طوسي تنتج دجالين لعناء أنجاس إنني أقرأ عليكم من صفات الشيعة للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة إنه الحديث الرابع عشر من أحاديث صفات الشيعة بسنده بسند الصدوق عن أحمد بن محمد الخزاز يقول سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول الخزاز يقول سمعت الرضا إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال وهو أخطر من دجال السقيفة لماذا؟ لأن الإمام الصادق بيّن لنا من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليها أضعافها وأضعاف أضعافها من الأكاذيب علينا وهذا هو الدجل بعينه وهؤلاء هم الذين قال عنهم من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فهؤلاء أضروا على الشيعة من دجال سقيفة بني ساعد إذن الدجال الأخطر هو دجال النجف هو الدجال الطوسي دجاجلة النجف وكربلاء هم الدجاجلة الأخطر وخطر هؤلاء لأن دجلهم يصدق من قبل الشيعة الزمان الغيبة الإمام ليس موجودا أما الأعور الدجال فإن خطره يكون ظاهرا وواضحا للجميع حينما يكون الإمام ظاهرا وموجودا فلا يخيفنا هذا الإمام موجودا المشكلة الأكبر حينما يكون إمامنا غائبا فإن هؤلاء الدجالين من آيات الشيطان العظمى ستصدقهم الشيعة وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع وإلا من هو هذا الذي يكون أشد فتنة على الشيعة من الدجال من هو؟ هل هم عمال البناء مثلا؟ هل هم عمال البلدية؟ هل هم الإعلاميون مثلا؟ وإن كان خطر الإعلاميين كبيرا الشيعة تأخذ دينها من المراجع فهؤلاء هم الذين أشد فتنتان من الدجال لأن فتنة الدجال فتنة دينية ما هي بفتنة دنيوية؟ قد يستعمل الدنيا لأجل تركيز الفتنة الدينية لكن فتنة الأعور الدجال في أصلها فتنة دينية فحينما تأتينا فتنة تكون أشد من فتنته قطعا هي فتنة دينية خالصة مصدرها مراجع النجف وكربلاء من الذين ستكون فتنتهم أشد من فتنة الدجال؟ إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت؟ ومر الكلام علينا في أن قتلة الحسين في آخر الزمان هم الذين يزورون قبره ويتشافون بتربته ومثل ما قال إمامنا الرضا ينتحلون ولايتنا وليسوا منا إنه المنهج الأخرق المنهج الطوسي البتري المرجئي المقصر الشافعي المعتزلي هذا هو منهج حوزة النجف وكربلاء إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقلت له يابن رسول الله بماذا؟ كيف يكون ذلك؟ فقلت له يابن رسول الله بماذا؟ دققوا النظر فيما يقوله إمامنا الرضا وطبقوه على مرجعية السيستاني وطبقوه على حزب الدعوة الإسلامية وطبقوه على سائر المرجعيات الشيعية وعلى سائر الأعزاب الشيعية إنما ذكرت السيستانية لأنه الأعلى وذكرت حزب الدعوة لأنه الأبرز والأشهر وإلا فإن البقية مع هؤلاء في سلة واحدة فقلت له يابن رسول الله بماذا؟ يكون هؤلاء الذين ينتحلون مودتكم يقولون نحن شيعة لكم يصبحون أشد فتنة على الشيعة من الدجال بماذا؟ دققوا النظر فيما يقوله إمامنا الرضا صلوات الله عليه قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا انظروا إلى مواقف مرجعية السيستاني وانظروا إلى مواقف حزب الدعوة الإسلامية ألا ينطبق هذا عليهما وعلى سائر المرجعيات والأعزاب الأخرى هذه العناوين واضحة في تأريخ هؤلاء وفي حاضرهم هذه العناوين واضحة في برامجهم في خطبهم وبياناتهم وكتبهم وثقافتهم في فضائياتهم فقلت له يا ابن رسول الله بماذا؟ قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع هذه الروايات تصف واقعنا بالضبط وبالدقة نظرة سريعة إلى برامج الفضائيات السستانية الشرازية سائر أنواع المرجعيات الأخرى إلى فضائيات حزب الدعوة وسائر التشكيلات الشيعية الأخرى ستجدون هذا المضمون الذي جاء في كلام إمامنا الرضا واضحاً واضحاً وجلية أنه ويظهر هذا أيضاً من بيانات المراجع وبيانات الأحزاب الشيعية ومن كتبهم وأدبياتهم وبعض هذا يظهر واضحاً أيضاً من الذين يتحدثون على المنابر إذن هناك الدجال اليهودي النصراني هو الأقل خطراً الأخطر منه دجال سقيفة بني ساعد لا أتحدث عن دجال واحد فسقيفة بني ساعد مصنع للدجالين هذه السقيفة صنعت لنا الخلفاء الدجالين الذين قالوا بأنهم خلفاء رسول الله وهم خلفاء الشيطان رسول الله صلى الله عليه وآله طردهم فكيف صاروا خلفاء لرسول الله طردهم من مجلسه في آخر لحظات حياته في آخر ساعات حياته طردهم كيف يكونون حريصين على الأمة ورسول الله أراد أن يكتب الكتاب العاصم للأمة وهم رفضوا ذلك فكيف تحسنون الظن بهم بأنهم قد فعلوا الصالح للأمة جموع جموع من البائم جموع ملايين مئات من الملايين في الماضي وفي الحاضر يحسنون الظن بهؤلاء رسول الله أراد أن يكتب الكتاب العاصم للأمة رفضوا ذلك فكيف يمكن لعاقل أن يحسن الظن بهم من أنهم حريصون على مصلحة الأمة سقيفة بني ساعدة مصنع للدجالين صنعت لنا الخلفاء الدجالين وأنتم تابعتم معي كيف يصف أمير المؤمنين هؤلاء الدجالين وكيف يتحدث عنهم وكيف يلعنهم وكيف يتبرأ منهم هذا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله الحقيقي علي بن أبي طالب فسقيفة بني ساعدة صنعت لنا الخلفاء الدجالين وصنعت لنا الصحابة الدجالين وصنعت لنا التابعين الدجاليين وصنعت لنا تابعي التابعين الدجالين وصنعت لنا أئمة المذاهب وصنعت لنا شيوخ الطريقة على اختلاف أنحاء وأنواع الطرائق الصوفية من الدجالين وصنعت لنا المؤسسات الدينية المعاصرة التي يتزعمها الدجالون من رجال الدين كل هذه الجموع من الدجالين من صناعة سقيفة بني ساعد والأمر هو هو في سقيفة بني طوسي منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة اللعينة القذرة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وهي تنتج لنا الدجالين بعد الدجالين إلى يومنا هذا إلى وقتنا هذا جموع من الدجالين على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم وهم أخطر من دجالي سقيفة بني ساعد ولذلك سيدمرون شيعة العراق هم الآن قد دمرونها ولكن التدمير الأكبر والتدمير الأخطر سيكون عند ظهور إمام زماننا نذهب إلى فاصل الخلاصة من كل ما تقدم هناك سقيفة بني طوسي وهي التي تنتج لنا الدجالين الأخطار وهناك سقيفة بني ساعد وهي التي أنتجت لنا ولا زالت تنتج لنا الدجالين الذين هم أقل خطرا من دجالي سقيفة بني طوسي وأكثر خطرا من الدجالي اليهودي النصراني دجال اليهودي والنصارى في الحقيقة ما هو برجل ما هو برجل لأن الأحاديث وصفت لنا كينونة لا تنطبق على رجل ولا على إمرأة لا أبالي بما جاء في كتب نواصب سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بما جاء في كتب اليهود والنصارى وإنما سأقرأ عليكم بعضا مما جاء في كتبنا إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب لعلي اليزدي الحائري هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان إنها خطبة البيان الخطبة التي قلت من أنها تعرضت لتحريف وتصحيف كبيرين في الصفحة الحادية والسبعين بعد المئة هكذا جاء في الخطبة والتي هي في أصلها لأمير المؤمنين ولكنها تعرضت للتحريف حيث جاء في جانب من الخطبة وصف وصف للدجال الأعوار إنه الدجال اليهودي النصراني وحينما أصفه بهذا الوصف إنني أتحدث عن الثقافة اليهودية النصرانية هكذا جاء في وصفه له عين واحدة في جبهته كأنها الكوكب الزاهر راكب على حمار خطوته مد البصر وطوله سبعون ذراعا ويمشي على الماء مثل ما يمشي على الأرض هل هذا كائن بشري هل هذا رجل هل هذه امرأة له عين واحدة في جبهته كأنها الكوكب الزاهر راكب على حمار خطوته مد البصر كم هو حجم هذا الحمار كم هي سرعته لأن الدجال قامته هكذا وطوله هذا طول الدجال سبعون ذراعا ويمشي على الماء مثل ما يمشي على الأرض وقد يكون هذا الوصف للحمار فحتى لو كان الوصف هذا للحمار بأن طوله سبعون ذراعا ويمشي على الماء مثل ما يمشي على الأرض فماذا نصنع بالجملة التي تأتي بعد ذلك ثم ينادي بصوته الذي ينادي هو الدجال إذن هذه الأوصاف أوصاف الدجال له عين واحدة في جبهته كأنها الكوكب الزاهر راكب على حمار خطوته مد البصر وطوله طول الدجال سبعون ذراعا ويمشي على الماء مثل ما يمشي على الأرض ثم ينادي بصوته يبلغ ما يشاء الله وهو يقول إلي إلي يا معاشر أوليائي فأنا ربكم الأعلى هذا هو الإعلام هذا هو الإنترنت إلي إلي ألا ترون الناس قد التصقت بالإنترنت والتصقت بالمواقع التي هي مواقع الفساد والإفساد مواقع الجهل والتجهيل أتحدث عن الجهل والتجهيل الديني وهو يقول إلي إلي يا معاشر أوليائي فأنا ربكم الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعة فتتبعه يومئذ أولاد الزنة ونحن عندنا في أجوائنا الشيعية كثيرون تولدوا من التلقيح الصناعي بحسب فتاوى فتاوى المرجع الأعلى بحسب فتاوى السيستاني وسيستمر ولده من بعده على هذا المنهج في توفير الأعداد الكثيرة من أنصار الأعور الدجال من أبناء الحرام وأبناء الزنة فتتبعه يومئذ أولاد الزنة وأسوأ الناس من أولاد اليهود والنصارى وتجتمع معه ألوف كثيرة لا يحصي عددهم إلا الله تعالى فأكثر البشر مع هذه الحضارة العوراء مشكلة كبيرة في الأوساط العلمية المعاصرة هذه المشكلة الكبيرة تتلخص في عداء علماء العالم للدين ولكل ما هو ديني قد يكونون معذورين في جانب من مواقفهم هذه لما وجدوه من تحريف ودجل وجهل وتجهيل وضحك على الذقون في المؤسسات الدينية المعاصرة والتي كانت عبر التأريخ قد يكونون معذورين في جانب من مواقفهم ولكن الحقائق الدينية التي تأتي منسجمة مع المنطق السليم ومع البذاق العقلي الواضح ومع قواعد العلم الصحيح لماذا تحارب؟ لماذا كل نظرية لماذا كل بحث ينتجه علماء غربيون ونصارى لكنهم يؤمنون بوجود إله بوجود خالق للكون فحينما يطرحون بحثا علميا فيه إشارة إلى وجود إله لا يقبل هذا البحث لا يقبل هذا البحث وترفض المجلات العلمية الرصينة المعروفة عالميا بنشره لماذا؟ هذه مشكلة موجودة في الواقع العلمي المعاصر في زماننا لماذا العلماء الذين يطرحون أبحاثهم التي تتفق مع ما يسمى بالتصميم الذكي لهذا الكون بالتصميم الفائقي لهذا الكون تعد أبحاثهم ليست حيادية لماذا؟ لأنها قد تناصر الدين في جهة من الجهات ولذا توضع هذه الأبحاث جانبا هذه ظاهرة واضحة في الأجواء العلمية المعاصرة في الحضارة الغربية الأبحاث العلمية المقبولة نوعان الأبحاث العلمية التي لا علاقة لها بالدين مطلقا لا من قريب ولا من بعيد والأبحاث التي تكون مساندة ومؤيدة للاتجاه الإلحادي هذا هو الذي يجري في الواقع العلمي في عالمنا المعاصر إنها الحضارة العوراء وإنه العلم الأعوار في عالمنا اليوم في الأجواء العلمية لا أتحدث عن العلوم الدينية وإنما أتحدث عن العلوم الدنيوية المعاصرة هناك اتجاهان هناك اتجاه يجعل بحثه ودرسه وتحقيقه فيما يرتبط بالنظر إلى الكون على أنه قد صمم تصميما ذكيا جموع كثيرة من العلماء في هذا الاتجاه لكن لا يسح لهم المجال مثلما يفسح المجال للذين لا يؤمنون بأن الكون قد صمم تصميما ذكيا وهؤلاء على نحوين هناك من لا يؤمن أصلا بوجود إله ويرفض هذه الفكرة رفضا قاطعا وهؤلاء لهم اليد العليا وهناك مجموعة كبيرة مساحة كبيرة في الأجواء العلمية المعاصرة لللا أدريين الذين لا يبالون بمسألة وجود إله هل هو موجود ليس موجودا هم لا أدريون يقولون نحن موجودون فعلا ونحن الذين نتحرك ونعيش ونفعل ونؤثر ونتأثر فما حاجتنا لإله أكان موجودا أم لم يكن هذه مسألة نحن لا نعبأ بها لا ندري ألا أدريون وهؤلاء أيضا يفسح لهم المجال هذا منطق أعوار هذا منطق أعوار الدجال الأعوار رمز وما هو بكائن بشري ما هو برجل دجال سقيفة بني ساعد رجال ودجال سقيفة بني طوس رجال الدجال الصغار في الديانة اليهودية وفي الديانة النصرانية هم رجال هم الأحبار والحاخامات وهم البابوات والقساوسة رجال الدين دجال الأديان هم رجال الأديان فرجال الدين اليهودي هم الدجال وكذلك في الدين النصراني وكذلك في دين السنة وكذلك في دين الشيعة الطوسيين فرجال الدين هم الدجال وهم الأخطار أما الأعور الدجال فما هو برجل هل هذه أوصاف رجل التي قرأتها عليكم هذه رموز هذه رموز للمنطق العلمي الأكاديمي المعاصر هذه رموز للمنهج العلمي المعاصر أنتج لنا المعجزات ولا زال ينتج هذا المنهج المعجزات لكنه أعور أعورارا واضحا في علاقته مع الله وفي علاقته مع دين الله مع الحقائق الدينية السليمة لا أتحدث عن أكاذيب رجال الدين وإنما هناك حقائق الدين التي تنتمي إلى الأنبياء هناك دين الأنبياء والأوصياء وهناك دين الأحبار والرهبان دين الصحابة والمراجع إذا كان نظر علماء العالم إلى دين الأحبار والرهبان وإلى دين الصحابة والمراجع هو الذي سبب لهم هذا الموقف فهذا يشكل لهم عذرا كبيرا ربما هم ليسوا مطلعين على دين الأنبياء والأوصياء هم يصطدمون بالدين الذي يشاهدونه في المؤسسات الرسمية إنه دين الأحبار والحاخامات دين البابوات والقساوسة دين الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب العباسية دين المراجع دين آيات الله العظمى وحجج الإسلام والمسلمين فهذا دين الضلال دين الضلال معذورون في موقفهم إذا كانوا قد شكلوا موقفهم بسبب أديان الضلال هذه بسبب هؤلاء الدجالين لكنهم إذا كانوا قد شكلوا موقفهم بعد طلائهم هذا إذا كانوا قد اطلعوا وكيف سيطلعون على أية مصادر إذا اطلعوا على دين الأنبياء والعوصياء لقد طمس هذا الدين طمسه الأحبار والحاخامات والبابوات والقساوسة والصحابة والتابعون وأئمة المذاهب وزعماء المؤسسات الدينية السنية ومراجع الشيعة ووكلاء مراجع الشيعة والمؤسسات الدينية الشيعية والأحزاب الدينية الشيعية الجميع اشتركوا في طمس دين الإسلام في طمس دين الأنبياء والأوصياء وكل مجموعة جاءتنا بدين من دين الدجالين هذه هي الحقيقة الموجودة على الأرض أما الأعور الدجال فما هو بمخلوق بشري هذه رموز والذين لا يفقهون الرموز تلك مشكلتهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن الرموز الإلهية إنني أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يجتمل على الجزئين في الصفحة الثانية والخمسين بعد المائتين من حديث طويل لأمير المؤمنين وهو يتحدث فيه في بيان مضامين جملة كبيرة من آيات الكتاب الكريم إلى أن يقول سيد الأوصياء وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز هناك رموز في الكتاب وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه إلى آخر كلامه إجمالا فإن أمير المؤمنين يتحدث عن رموز في الكتاب الكريم والرموز إشارات تكون مقتطبة لكنها تشير إلى مضمون واسع كبير هذا هو المراد من الرموز هذه الرموز بعضها ثابت وبعضها متحرك مثل ما هناك في مصطلحات القرآن ومصطلحات معارف العترة الطاهرة هناك مصطلحات ثابتة وهناك مصطلحات متحركة الرموز كذلك ما هي مصطلحات أيضا الرموز مصطلحات فهناك رموز ثابتة وهناك رموز متحركة الرموز المتحركة التي يتغير مضمونها بحسب الزمان والمكان وبحسب المراتب العقلية في التفكير والفه وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه أسلوب الرمز والترميز القرآن يحدثنا عنه فإننا نقرأ في سورة في سورة آل عمران في الآية الحادية والأربعين بعد البسملة في قصة زكريا النبي وما رزقه الله في أسلوب الله في ولده يحيا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة الرموز على أنواع الرموز التي تحدث عنها أمير المؤمنين تختص بالقرآن الرموز التي يشير إليها القرآن هنا في سورة آل عمران تختص بطريقة التواصل فيما بين النبي زكريا وأتباعه فيما بين الناس قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة وهذا الرمز يأتي مشروحا في سورة مريم في الآية العاشرة بعد البسملة والتي بعدها قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فعملية الترميس إذا أردنا أن ندخل في جوفها هي عملية إحاء ولذا قلت قبل قليل من أن الرموز تكون مقتضبة لكنها تشير إلى فحو واسعة وكبيرة جدا إلى مضمون عميق مثل ما يقول أمير المؤمنين في وصف القرآن من أن ظاهره أنيق وباطنه عميق فهذا الظاهر يجتمل على رموز وعلى ترميز تفكيك هذا الترميز يكون في بواطنه في بواطن القرآن عملية الترميز ووجود الرموز هو جزء مهم في ثقافة العترة الطاهرة وفي معارف حديث العترة ومعارف قرآنهم فما هو بغريب أن يأتي الحديث عن الحضارة المعاصرة التي هيمنت على كل شيء وامتلكت كل شيء في كل جوانب حياتنا أن يكون لها محل الربوبية المزيث وهذا هو الموجود على أرض الواقع فنحن أصبحنا من حيث نشعر أو من حيث لا نشعر أصبحنا عبيداً لهذه الحضارة في كل شيء حتى ومن حيث أصبح من حيث أننا نحاول أن نجعلها مناسبة لمذاق هذه الحضارة أنا لا أُنكر الجانب 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 المريح في هذه الحضارة أنا لا أنكر الجانب الذي طور الحياة وجعلها بنحو آخر جعل الحياة تختلف اختلافاً كبيراً عن حياة البشر في العصور السابقة الجانب الجميل في هذه الحضارة جانب كبير وواسع ومهم جداً ولكنها لا تخلو من الجانب القبيح وأقبح ما فيها هو هذا الأعورار إنها تنظر بعين واحدة يذكرني هذا بقول الرجل لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إني لأحبك يا أمير المؤمنين وأحب فلاناً ذكر قتلة الزهراء ذكر أقطاب السقيفة بني ساعد إني لأحبك يا أمير المؤمنين وأحب فلاناً وفلاناً فماذا قال له أمير المؤمنين أما إنك لأعور إما أن تعمى وإما أن تبصر إما أن تفتح عينك الثانية كي تعرف من تحب ومن تكره وإما أن تنطمس عينك التي نظرت بها إلي فأحببتني أحبك يا أمير المؤمنين وأحب فلاناً وفلاناً إنهم قتلت الزهراء فماذا قال له أما إنك لأعوار هناك شيء جميل عندك في عينك الصحيحة أما عينك العوراء فهي عين قبيحة غاياتها قبيحة أما إنك لأعوار إما أن تعمى وإما أن تبصر في الأعم الأغلب فإنه سيعمى لأن الذي يحب أولئك سيقوده الشيطان بعيداً عن علي صلوات الله وسلامه عليه حكاية الحضارة هي هي حكاية هذا الرجل حكاية هذا الأعوار إنه أعوار في مضمونه في حقيقته وإلا فإن الرجل كان يمتلك عينين صحيحتين والحضارة الإنسانية اليوم تمتلك عينين صحيحتين لكنها في المضمون عوراء حضارتنا اليوم جميلة وتمتلك عينين جميلتين لكنها في المضمون في مضمونها في منطقها في موقفها من الله سبحانه وتعالى تنظر بعين واحدة هي هذه له عين واحدة في جبهته كأنها الكوكب الزهر جميلة جدا الأعورار خفي لا يبصره الناس ولذا فإن الناس صاروا عبيدا لهذه الحضارة أصبحنا مستعبدين شئنا أم أبينا عبادتنا وطاعتنا وعبوديتنا لهذه الحضارة هي حالة الاستهلاك التي صارت جزءا أساسيا في وجودنا نحن لا نستطيع أن نعيش على الأرض من دون أن نكون متلبسين في ليلنا ونهارنا في يقبتنا ونومنا بحالة الاستهلاك له عين واحدة في جبهته كأنها الكوكب الزاهر هذه العين الجميلة التي نراها جمال الحضارة وجمال العلم المعاصر معجزات التكنولوجيا له عين يحدث عن كائن بشري ويمشي على الماء مثل ما يمشي على الأرض ما هي هذه التكنولوجيا تمشي على الماء وعلى الأرض وعلى الهواء وفي كل مكان ويمشي ويمشي على الماء مثل ما يمشي على الأرض ثم ينادي بصوته يبلغ ما يشاء الله هذه وسائل الاتصالات ووسائل الإعلام ووسائل البث ووسائل التواصل وأعجب العجائب ها هو الإنترنت ينادي بصوته يبلغ ما يشاء الله وهو يقول إلي إلي ونحن نستجيب لبيك لبيك نستجيب أنا لا أتحدث عن الآخرين أتحدث عن نفسي أولا وعن الآخرين برغبتنا من دون رغبتنا نحن مستعبدون لهذه الحضارة لقد أغدقت علينا بنعمها وأحاطت بنا معجزاتها ما أنا أتحدث معكم الآن من مدينة لندن من غرب الأرض وأنتم في شرق الأرض تسمعون في كل مكان الذين يتابعون البث المباشرة على الإنترنت يمكنهم أن يشاهدوا البرنامج في كل دول العالم نحن الآن عندنا بث مباشر على التلفزيون وعندنا بث مباشر على الإنترنت في الوقت نفسه يمكن لكل إنسان في أي مكان في الأرض أن يشاهد هذا البث المباشر هذه معجزات التكنولوجيا هذه معجزات لا نستطيع أن نفارقها ولا نستطيع أن ننكر فضلها جمال الحضارة وجمال التكنولوجيا هذا هو الذي نتنعم به فنحن من حيث نشعر ومن حيث لا نشعر نحن منساقون بين يدي الأعور الدجال الذي ينجينا من كل ذلك إمام زماننا وإلا فإن هذه الحضارة ستبقى تتحكم فينا حتى يظهر إمام زماننا حتى يظهر بحضارة جديدة ستجبر علماء العالم على أن يعترف بها مثلما اعترف كبار سحرة مصر وتساقطوا وتهاووا بين يدي موسى كليم الله فسحر هذه الحضارة ستهاوى بين يدي إمام زماننا هذه الحقائق ربما لا يصدقها كثيرون الآن ولكنها إذا ما تحققت على أرض الواقع سترغم أناف الجميع إذن هذه هي حضارتنا هذه الحضارة التي نحن مستعبدون لها الآن له عين واحدة في جبهته كأنها الكوكب الزاهر راكب على حمار خطوته مد البصار وطوله سبعون ذراعا ويمشي على الماء مثل ما يمشي على الأرض ثم ينادي بصوته يبلغ ما يشاء الله وهو يقول إلي إلي يا معاشر أوليائي فأنا ربكم الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى هذا هو الذي يجري على أرض الواقع إنهم يمطرون السماء متى ما يشاءون ويمنعون مطرها أيضا بإمكانهم ألا يفعلون هذا في ملاعب كرة القدم قد فعلوه ليس الآن في السبعينات في السبعينات في كندا في السبعينات فعلوا هذا كانوا يشتتون الغيوم أثناء ما يلعب الرياضيون كرة القدم إلي إلي يا معاشر أوليائي فأنا ربكم الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فتتبعه يومئذ أولاد الزنا ما هو التلقيح الصناعي نتاج من نتاج العلوم المعاصرة ومن نتاج الحضارة التي أصبحنا مستعبدين لها ونعيش حالة الاستهلاك معها ولأجلها وفيها فتتبعه يومئذ أولاد الزنا وأسوأ الناس من أولاد اليهود والنصارى وتجتمع معه ألوف كثيرة لا يحصي عددهم إلا الله تعالى ما كل البشرية تسير في هذا الاتجاه ونحن جزء منه ثم يسير وبين يديه جبلان جبل من اللحم وجبل من الخفز الثريد إنها الثروات الطبيعية التي تهيمن عليها مراكز القوة في الحضارة المعاصرة إنه الاقتصاد العالمي إنه النظام المصرفي العالمي إنها قوانين التجارة الحرة إنها قوانين السوق ثم يسير وبين يديه جبلان جبل من اللحم وجبل من الخفز الثريد فيكون خروجه في زمان قحط شديد ثم يسير الجبلان بين يديه ألا تلاحظون للطائرات تلقي بالأطعمة الجاهزة على أرض غزة هذه مصادق من جبال اللحم والثريد نراها بأم أعيننا يوميا ثم يسير وبين يديه جبلان جبل من اللحم وجبل من الخفز الثريد فيكون خروجه في زمان قحط شديد ثم يسير الجبلان بين يديه ولا ينقص منه شيء فيعطي كل من أقر له بالربوبية هذا في زمان أمير المؤمنين كيف سيحدثهم عن الحضارة في زماننا لابد أن يرسم لهم صورة رمزية تقرب لهم الفكرة نذهب إلى فاصل في كتاب كمال الدين وإتمام النعم للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في صفحة السابعة والستين بعد المئتين حديث طويل إنه الحديث الأول من الباب السابع والأربعين الأصبغ بن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين سأل الأميرة صلوات الله عليه عن الدجال في أثناء حديث مفصل فقال أمير المؤمنين عينه اليمنى ممسوحة لا وجود لها لا وجود والعين الأخرى في جبهته تضيء كأنها كوكب الصبح فيها علاقة كأنها ممزوجة بالدم هذه الحروب هذه الحروب وهذه التكنولوجيا التي تنتج الأسلحة المدمرة عينه اليمنى دقق النظر هناك رموز واضحة الإمام يصفه بأن العين التي عنده هي في جبهته في وسط جبهته إذن ما معنى العين اليمنى إنما يقال لها اليمنى إذا كانت بجانبها عين يسرى هذه رموز إذا كان الدجال يمتلك عين واحدة في وسط جبهته فما معنى أن تكون له عين يمنى لأن العين اليمنى تشير إلى جهة اليمين وعنوان اليمين في ثقافة العترة الطاهرة عنوان الهداية عنوان الولاية لمحمد وآل محمد هذا هو عنوان اليمين عنوان دين الله عنوان كتاب الله وحديث عترة رسول الله هذا هو اليمين وأصحاب اليمين هم الناجون يوم القيامة أصحاب اليمين أصحاب ولاية علي وآل علي عينه اليمنى إنه النظر الدقيق إلى الجهة الصحيحة إنها الفطرة السليمة التي طمستها هذه الحضارة ولا تعبأ بها فإنها تنظر بعين واحدة المنطق الأكاديمي العلمي المعاصر يبني النتائج العلمية على الحس فقط فكل النتائج العلمية التي يصدقها ويحققها إما أن تكون في المختبرات العلمية بعمل محسوس منظور مسموع مرئي مباشر وإما أن تكون النتائج العلمية مأخوذة من خلال المراقبة والملاحظة والمتابعة كالذين يدرسون البراكين مثلا لابد أن يراقبوا بأعينه كالذين يدرسون الغابات مثلا صحيح تطور العلم وفتح باب النمذجة الألكترونية وبدأت النمذجة الألكترونية تحتل محل المتابعة الخارجية بشكل واضح لكننا إذا دققنا في النظر فإن العمل مع النمذجة الألكترونية يعتمد على الملاحظة والمتابعة مثل ما تكون الملاحظة والمتابعة في الخارج على أرض الواقع الذي حدث أننا حولنا الواقع الخارجي إلى واقع افتراضي في عملية النمذجة الألكترونية هذا هو المنطق الذي يتحكم بالعلم الأكاديمي المعاصر إنه الحس فقط السؤال هنا هل ما يحصله الإنسان من معلومات تأتي من الحس فقط أفتروني إذن أين العقل إذن أين الوجدان هناك بوابات للإدراك كثيرة باب الحس أحد هذه الأبواب لماذا يكون الاعتماد على الحس فقط هناك مساحات في الحياة ومساحات من العلوم لا يمكن أن نصل إليها ولا يمكن أن نتعامل معها إلا من خلال الحس وهذا أمر حقيقي لا يستطيع عاقل ولا يستطيع حكيم ولا يستطيع منصف أن ينكره مساحات هائلة في حياة الإنسان تعتمد على الحس ولا يمكننا أن نتواصل معها إلا من خلال الحس ومساحات واسعة أيضا في العلوم المعاصرة تعتمد على الحس ومن دون الحس لا يمكن أن تنتج لنا التكنولوجيا المعاصرة كل هذه المعجزات التي غيرت وجه حياتنا هذا أمر مفروغ من ولكن هناك مساحات أوسع من تلك المساحات لا يمكن أن يتواصل معها الإنسان إلا من خلال العقل ومن خلال الوجدان السليم فلماذا نغض النظر عن كل هذه المساحات ولماذا ننظر بعين واحدة العين اليمنى هي العين الناظرة إلى هذه المساحات إلى المساحات التي تدرك من خلال العقل ومن خلال الوجدان السليم من هنا عبر أمير المؤمنين عن هذه العين بأنها العين اليمنى مع أن الأعور الدجالة لا يملك عينا يسرى إنه يملك عينا وسط في وسط جبهته بحسب الرموس وماذا قال أمير المؤمنين من أن عينه اليمنى ممسوحة لا أثر لها وهذا هو الذي يدرس في الجامعات وهذا هو الذي يتحدث عنه في المؤتمرات العلمية العالمية الكبرى التي يتحدث فيها كبار علماء العالم وهذا هو الذي يطرح في الموسعات العلمية الكبيرة وفي المراجع العلمية التي تعتمد في كل الدراسات العلمية في العالم العين اليمنى ممسوحة مسحت عينه اليمنى ممسوحة والعين الأخرى في جبهته تضيء كأنها كوكب الصبح آثار التكنولوجيا التي نعيشها وتعيش معنا والعين الأخرى في جبهته تضيء كأنها كوكب الصبح فيها علقة كأنها ممزوجة بالدم بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل كاتب وأمي ما هي بقراءة لحروف إنه فكر واصل إلى الجميع جميع البشر يعلمون من أن هذه التكنولوجيا ومن أن العلم المعاصرة لا علاقة له بالدين لا من قريب ولا من بعيد بل إن العلماء يتحدثون عن الإنسان الذي باستطاعته أن يسيطر على هذا الكون وهذا هو الذي يتحدث عنه الجميع في هذه المجالات بإمكان الإنسان أن يوظف الكون لخدمته وأن يسيطر على الأرض وعلى السماء هكذا يتحدثون وهكذا يقولون وهذا الأمر ما هو بخاف على أحد الجميع يعرفون هذا بين عينيه مكتوب كافر يقرأه كل كاتب وأمي يخوض البحار وتسير معه الشمس بين يديه جبل من دخان وخلفه جبل أبيض يرى الناس أنه طعام يخرج حين يخرج في قحط شديد تحته حمار أقمر الحمار الأقمر الحمار الأبيض الذي يكون بياضه لامعا زاهرا تحته حمار أقمر خطوة حماره ميل تطوى له الأرض منهلا منهلا المناهل هي منازل الطريق التي يتواجد فيها الماء عيون الماء غدران الماء غدران جمع لغدير تطوى له الأرض منهلا منهلا هذه مصطلحات تتناسب مع ثقافة زمان أمير المؤمنين وهو يتحدث بهذا الحديث تطوى له الأرض منهلا منهلا لا يمر بماء إلا غار إلى يوم القيامة هذه آثار الصناعة وآثار التصرف في البيئة لا يمر بماء إلا غار إلى يوم القيامة ينادي بأعلى صوته يسمع ما بين الخافقين الخافقان الشرق والغرب يسمع ما بين الخافقين من الجن والإنس والشياطين يقول إلي أوليائي أنا الذي خلق فسو وقدر فهدى أنا ربكم الأعلى وكذب عدو الله إنه أعور إنه أعور يطعم الطعام يطعم الطعام يأكله ويمشي في الأسواق وإن ربكم عز وجل ليس بأعوار ولا يطعم ولا يمشي ولا يزول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقت الحلقة صار طويلا سأكمل لكم الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى نلتقي غدا على أملي أن تكون قلوبنا ما هي بعورا لأن نكون كذلك الرجل الذي قال له أمير المؤمنين أما إنك لأعوار إما أن تعمى وإما أن تبصر ويا خوفي أن أكون أعورا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ما هي عوراء ومعرفة زهرائية ما هي عوراء زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي هذا هو الهوى المبصر بتريون هم أتحدث عن الطوسيين في النجف وكربلاء بتريون هم هم والهوى والهوى بتري هذا الهوى هو الهوى الأعمى ما هو بأعوار الهوى البتري هوى أعمى سألكم الدعاء جميعا في أمان الله موسيقى موسيقى